اول حاجة كنقولوا الله يحفظنا ويحفظكم من الجائحة والله يباعدها علينا ان شاء الله يا ربي والله يشافي جميع المرضى والله يرحم اللي مات وشكرا للمنبر رائحاتها على حضوره معنا في مقرحيز بالحركة الشعبية بمراكوش الانتخابات كما كتشوف تبارك الله تغيير اللي كين فيها هو اللائحة النسائية 100% اللائحة النسائية 100% كيف حجتني لانا احنا كنا ديرين جمعية نسائية 100% اللي اشتغلنا عليها مدة 5 سنوات وكنا احنا مع بعضياتنا الجمعية نسائية 100% فالمنسق ديالنا اقترح علينا قلنا مدم تبارك الله كتشتغلوا نساء 100% علش ما تفكروش انكم تدخلو المجال السياسي وديروا لائحة نسائية 100% فتشاورنا وفكرنا وعودنا رجعنا لعند سيد المونسق سيد راشيد بن دريوش وهضرنا معاه كان عنا حد شوية تخوف ومن بعد فكرنا وقررنا اننا نديروها والحمد لله نجحت الفكرة كما كتشوفوا على الصعيد الوطني ولله الحمد يعني واحد الاقبال اللي هو كبير لم طرف الرجال لم طرف النساء لم طرف الشباب لم طرف الشابات عجبهم الحل بزاف كيني الناس اللي كيعيطوا لنا ما كان عارفوهو مش كيقولنا تبارك الله عليكم انكم درتوا لائحة وقدرتوا تنجحوا فيها كنساء 100% الله يوفقكم وتبارك الله احنا كنتمنوا التوفق لنا جميعا إلا جيت نقول لك البرنامج الانتخابي البرامج الانتخابية كلها بحل بحل ولكن احنا يا كان ان شاء الله كانت محو في تغير اننا نغيروا واننا ندفعوا على اي حاجة اللي فيها نقصوا اللي فيها المشاكل اننا ندفعوا عليها وكانتمنوا انتوفقوا ان شاء الله بإذن الله احنا فاش كانها بطول الشارع كين واحد الاقبال من طرف الناس تيقولنا برافو عليكم انكم درتوا لائحة نساءية 100% كيفاش درتوا لها كيفاش تتوفقتوا فيها صلاح اني بي ما شاء الله إليكم غادي تنجحوا كين واحد تشجع لي هو كبير من طرف اي كان اللي سقلنا الخبر بأننا نديري لائحة نساءية 100% إلا وعجبوا الحل عزيزة مواطنة مغربية شعبية تعت الناس كامل هم محبة الجميع كان حب الصغير والمتوسط الكبير عندي صداقة مع الناس كامل هم كما كيعرفوني هكا كيعرفوني وغايب قوي عرفوني عزيزة بوجريضة اللائحة فيها مختلطة فيها جميع الأطيف الدنيسة عندنا أستاذات عندنا طبيبات عندنا مهندسات محاميات عندنا ربة بيوت عندنا مصممة الأزياء عندنا ربة بيوت تهما اللي كينين عندنا جميع جميع اللي يطح لك في البال في اللائحة عندنا تنساء كيما كان قولك اللي في هالنقص غادي ندفعوا عليها كيما كان عارفو كالنقص في الصحة في تعليم في السياحة يعني غادي ندفعوا على أي حاجة اللي لقينا في هالنقص احنا غادي ندفعوا عليها كيما كنت عارف كافائلة جمعوية كنا قرب من المواطنين وكنا كان عارفو مشاكلهم والمعاناة ديالهم وكنت أنا دزت في الفترات الدخول المدرسي مع الناس التعليم كانوا مشاكل كبيرة اللي دازوا قدام يعني من ضمن ذلك المشاكل نقدر ندفع لهم ونكون نوصل رسالتي لهم هذا من جهة من جهة كيما كان عارفو كي نقص في الأطباء ونقص في المستشفيات يعني غادي نقدر نقول لك تهوان دفع لصحة من هادي الجانب وكيما كتعرف في السياحات هي كلة العصة في مدينة مركش يعني اسياحات هي غادي ندفعوا عليها وكيما كتعرفو احنا رخ استقطبنا شباب اللي كيف هموا في السياحة في مدينة مركش اللي غادي يقدروي يجيبو لنا جميع المشاكلت السياحة اللي ندفعوا احنا عليها يعني هدو هم الحويج اللي مضرورين ووكلين لعصاف مدينة مركش احنا غادي ندفعوا عليهم الرأي ديالي في سماسير هذه الانتخابات تنقولهم الله يهديهم الله يهديهم علينا وان شاء الله ما يبقاوش لانه اللي عندو شي حاجارة غادي تبني إليها الراسو وحنا ديرين يدينا في بعضياتنا احنا كنساء وهد شيء لجدرنا اللائحة النسائية لانه في اخر المعطفش كلك ينجح اللوائح الانتخابية هما النساء لهذا ديرنا احنا النساء إلهي كل مرة جابت لنا واحد العداد اللي كان استحقوت الأصوات من عائلتها وحبابها وأصدقاء ديالها احنا را غادي ننجحوا وغادي نمشيوا بعيد الرسالة اللي بتن نوجه لهاد الناس انهم يأمنوا بالنساء ويسندوهم وكان قول لكم بأنه هاد النساء عادي يعطوا الكثير وغادي دفعوا لمدينة مركش وعلى جهة مركش اسفي ككل وكانتمنى انكم تكونوا بجنبنا ودعموا بنت بلادكم بنت مركش قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا فلاشين يوتيوب وبرتجوا هاد الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش تديرو جام الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر